هلا سابة سنبدأ نفسي نصيبنا سنحكي عن قص الملكية نستخدم قصة 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 و 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 بستخدمها حتى أحكي أو أبين الملكية و لمين هذا الشيء و هذا الشيء لمين تابع أو ملك لمين وها يتبع بين بلعادة تجي بين اسمين و إذا يجب بيكون نون واحد طبعا قبل الاباستروف أو قبل الاباستروف اس برش عبعيد نستخدم برش عبعيد حتى أبين الملكية هذا الغرض أو هذا الشيء ملك لمين نستخدم نستخدم هنا عندما نقول جوي's apple تفاح الجوي جوي جوي هو نون وأبل أيضا نون تفاح جميع غير تفاح الجوي أو تابع لجوي سوزة بنسل the same example two nouns and بينا انو هذا البنسل هو ملك او تابع لسوزي okay let's see how do we form possessive us عندي possessive us كيف انا بحطها مع النونز لع الاسماء okay كيف بكتبها the noun is if the noun is singular add apostrophe then s اذا كان الاسم مفرد حط الابستروف مع الاس for example this is the girl's room كلمة girl هي noun room also noun هلأ بدي احكي انو هاي غرفة الفتاة حطت apostrophe with us okay is the room regular plural شين regular plural يعني واسم جمع منتظم شين اسم منتظم يعني اخر واس لما اقول cars جمع كلمة car هذا regular plural منتظم لما يكون عندك الاسم جمع بس اكتب ابوستروف مع الاس without us just write ابوستروف for example the sailor's boat يعني قارب البحرين كلمة sailor's plural طب انا بدي احط انو هذا القارب للبحرين just write ابوستروف ما تكتب اسين ما بس ان نحكي the sailor's boat no you have to write just ابوستروف okay بعد اسم الجمع المنته باس if the noun is irregular plural شيني irregular plural لما يكون اسم الجمع irregular يعني بتتغير لما انا قلت car جمحها كار طب كلمة man شو جمحها من هلأ كلمة من هي جمع بس irregular ليش انو مش منتهي باس الكلمة نفسها تغيرها فمنقول عنها irregular if the noun is irregular plural we change the word in a plural form يعني الكلمة نفسها تتغير ممكن نضيف بعدها بتضيف apostrophe with us for example men's clothes ملابس الرجال men's clothes هلأ كلمة من هي جمع بس هي irregular irregular بنتي باس الirregular الكلمة نفسها بتتغير بي جمع okay we have here examples the car of john بديحكي انها سيارة john john's car john هو اسم مفرد okay ابوستروف with us وبعدها بيجي نون john's car the school of the children بديحكي مدرسة الاطفال the children's school كلمة children يا سابع هي irregular بلورال اسم جمع بس مش منتظم شو يعني ما في اخر رؤس كلمة child جمعها children تغيرت الكلمة نفسها the children's school مدرسة الاطفال we have here this book for the students هدولة كتب الطلاب فبحكي the students books هلأ كلمة students students جمع اوكي so we put just apostrophe the students بوكس classify يعني صنف classify the following us into their categories if this us singular يعني اس المفرد شو هي اس المفرد اللي بتيجي مع الفعل متى بتيجي مع الفعل if the subject is singular اذا الفعل هي وشي وإد او اي اسم مفرد الفعل اللي ورابد ياخد اس like he plays الاس اللي مع الفعل بنحكي لها السنجولار اس المفرد plural اس اس الجمع or possessive اس اللي هي اس الملكية هلأ ننميز بينانكم the first one my brothers play football all the time my brothers the underlined s here هي شنوحة اس المفرد اللي بتيجي مع الفعل or the plural اس اس الجمع ولا possessive اس هي plural اس أول شي ما في apostrophe حتى أقول إنها possessive اس أولنا إحنا the singular اس اللي بتيجي مع الفعل هون هي جاي مع النوم أنا بقول إخوتي يعني أو إخواني so هي plural اس the child's story أو the child's toy child's toy هون apostrophe with اس يعني possessive اس هاي نوحة نم دفل اذن next the boys baseball team the boys baseball team boys معناها الأولاد هي وراها apostrophe هاي possessive اس we lost example my friend talks with me every day my friend talks with me the underlined s here with the verb talk بما إن ها جاي مع فعل فهي بتكون singular اس اسم المفرد كيف بدي أعمل منه جمع there are many cases let's read each of these cases the first one to make regular nouns plural add us to the end أي اسم مفرد that كتعمله جمع بالوضع الطبيعي you have to add us like car or cat cats type if the singular noun ends in أي اسم انتهى ب s double s s ch x or red ضيف es like bus buses كلمة bus أخرها s if I want to make it a plural if I want to make it a plural you have to add es bus buses if the noun ends with f or fe إذا كان الاسم آخر f or fe الاسم that in alibla y changed into v sorry changed into v before adding the s or ve ok if the noun ends with f or fe إذا الاسم انتهى بf مثل كلمة wife أو fe you have to change to ve الf بدأت تعملها v then you add es like wife wives wife wives if the singular noun ends in y and the letter before the y is consonant إذا الاخر كلمة آخر حرفين بالاسم consonant plus y حرف ساكن مع ال y شو الحروف الساكن هي كل الحروف مع ذا vowels like the word city الت وال y هلا الت هي consonant لما أنا بدأ عملها plural شين ال y شو نكتب مكانها ies ies إذا الاسم انتهى بconsonant plus y شين ال y نكتب ies city مدينة cities مدن if the singular noun ends in ends in o انتهى بo you have to add es like potato potatoes but there is an exception هون في exception مع كلمة photo هلا كلمة photo آخرها o but we have add we just add s اوكي يا سابع برجع بعيد لما ينتهي الاسم بo بدأ تضيف es عشان تعملوا جمع ما عدا كلمة photo photo just add s now irregular plural nouns irregular يعني غير منتظم we know that regular plural nouns regular يعني أنا بضيف اس للفعل لا سوري بضيف اس لل اسم المفرد عشان نصير جمع بالregular plural nouns بجيب الاسم وبدي أخلي جمع بحط له اس اوكي but there are a group of words نحكي لها irregular شو يعني يعني الكلمة نفسها بتتغير ممكن نغير حرف ممكن تتغير أحرف في الكلمة for example let's read regular nouns made by made plural نعمل plural by changing vowels changing the word or changing or adding a different ending يعني ممكن نغير الفوال الموجودة بالكلمة نغير الكلمة او نضيف أحرف we have here the singular and the plural singular man مجمع من woman women child children person جمحها people هدولة irregular سابع I want to say something for you ما بجيب أي كلمات خرج الكتاب يعني هدولة المجموعة اللي مؤنتوا مطلبين فيها لأنا كتبهم man woman child person والكلمات الموجودة بالكتاب اوكي ما بشيب كلمات خارجية this is our explanation about possessive and plural now please open your students book page 8 you have here practice number one vocabulary this is homework for you okay you have to first to write the words inside the books and you're not book you have to write the words inside the books and you're not book and write the meanings in Arabic تكتب هدولة كلمات الموجودين في البوكس على الدفتر وتكتب معانيهم بالعربي then you have to classify the words into man or woman then you have to classify the words into man or woman okay you have to write here okay on this table A B so first you have to write the words on your notebook with their meanings تكتب ليهم على الدفتر مع معانيهم and please send it to me on a private then you have to classify on your book on these tables okay you have to classify the words A B man and woman okay this is practice number one here this is an explanation for possessive ass and we explain it and we explained it before look here you have to write these sentences my mother's brother is my look at this sentence يعني هاي زي الحزيرة خلينا نحكي يا سابع my mother is a brother is my يعني اخو your mother اخو والدتك is my شو بدي يكون is my uncle انت عيك دك تكمل هاد برضو هم وارك عليك دك تحلو تبعت لي okay my father is my cousins شو بدي يكون my uncle's daughter is my my sister is my cousins my nephew's sister is my my uncle is my mother's or father's انت عيك تكمل تكتعطيني شو هي الرلاشنة شو العلاقة okay and this is a homework for you برجة بعيد هون table you have to write words on your notebook with their meanings in arabic تكتب الكلمات مع معانيهم بالعربي then classify into a or b تك تصنفهم لا male or female ذكر او انثى man or woman يعني then you have to answer these sentences okay you have to answer these sentences please send the homework on private تبعتوني الواجب على الخاص يعني الواجب سواء الدفتر و a1 و number 5 هذا الواجب you have to send it to me on private ويعطيكم العافية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة